تشاهدون الآن فاريق الجدعان ريلستيت يرصد رحلة نجاح شركة مدار للتطوير العقاري تنفذ أطخم بحيرة صناعية كريستال لاجون وتقدم لعملائها خدمات فندقية متميزة لأول مرة بالساحل الشمالي والعين السخنة مدار شركة بتدهر بفكر مختلف وبتنفذ مشروعات سياحية بات أيقونات حقيقية لأنها بتطبق فكر الاستضافة بكل معاييرها من خلال مشروعاتها أزهى العين السخنة وأزهى نورث وقدرت في خلال فترة وجيزة تدخل نادي الكبار وتكون واحدة من أكبر عشرين شركة في مصر في حجم المبيعات لسنة عشرين اتنين وعشرين وبجد تستحق كل مشروعات مدار للتطوير العقاري بتقدم الخدمات الفندقية الكاملة تصميمات وحداتها مختلف ومميز مسطحتها الخضرة واللانسكيب مبهرة ومن ساحات الكريست اللاجون مفيش أضخم ولا أجمل من كده ومن هنا قدرت فعلا تجذب الصفوة لتملك وحداتها أو الاستمتاع بالخدمات الفندقية في مشروعاتها مجتمع سعيد وفريد وراقل مجتمع أزهى وبالمناسبة رغم أن تنفيذ النوع ده من المشروعات وبالضوابة اللي ملتزم بيها بيكون مكلف جدا إلا أن شركة مدار كان عندها إصرار على توفير عناصر الرفاهية والراحة في كل مشروعات تعالوا في البداية نقابل المهندس أحمد إيهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار هنعرف منه أصرار بدايتهم في المناطق السحلية لتنفيذ مشروعات الشركة ركزوا معاه شركة مدار ما بقلهاش فترة طويلة في الريل ستيت ماركت لكن من أول يوم وهي احتلت سوق العين السخنة وبعد أقل من سبع سنين النهارده شركة مدار هي من أكبر عشرين شركة ريل ستيت في مصر النجاح ده حصل إزاي؟ هي شركة مدار بدأت سنة 2015 كان من أهم الحاجات عندنا قبل ما بنأكوير أي أرض إنها تكون أبرايم لوكيشن فربنا وفقنا وعرفنا ناخد الأرض بتاعة أزهى العين السخنة في آخر ساندي بيتش في العين السخنة وكان برويكت كبير تقريباً مليون وستمائة ألف متر مربع ولما فكرنا فيه فكرنا بطريقة مختلفة عن باقي الناس اللي كانت شغالة في 2015 في العين السخنة لأن احنا كان عندنا الفيجن إن إفنشولي العين السخنة هتقلب فرست هوم فوين وي ديزاين البيوت اشتغلنا عليها إنها بيوت كبيرة هتلاقي الفيلا اللي عندنا فيها درايفر رومز كل ال... تقريباً أغلب الليونز فيها ميد روم فكانت الدزاين بتاع البيوت نفسه كان مختلف كان الفيجن إن إحنا نعمل برويكت مختلف نعالج بيه المشاكل اللي موجودة في العين السخنة لأن العين السخنة حجم الانترتينمنت أو الفاسيليتي فيها وليلة ودي كان مشكلة خلتنا لما فكرنا في العين السخنة حبينا نعمل حاجة مختلفة فركزنا أكتر إن الفاسيليتيز والأمانيتيز اللي تبقى موجودة في المشروع تكون مختلفة فأعملنا حاجات زي بيتش كلاب هاوس القتال اللاجون فلما دخلت وسوء العين السخنة دورتوا على الماركت جاب فين اللي الناس محتاجاة ومش موجود هي المشكلة في العين السخنة البحر حلو جداً قريبة جداً من القاهرة فيها مزايا كتير وأذهب إزاي تأقرب مشروع في العين السخنة للقاهرة أنا من البيت بوصل في العين دي أعمل القاهرة قبل السخنة الوحيد كان إن مفيش نايت لايف فيها أو أي سورة أو انترتينمن فاين كوزين نسبة روح تقعد في البيت مبسوطة تنزل البحر مبسوطة وبس فإحنا فكرنا إن إحنا هنحل المشكلة دي إزاي فخصصنا جزء كبير وحجم استثمرات كبير جداً هو إزاي العين السخنة تأكل المشكلة دي وده اللي اشتغلنا عليه عملنا تقريباً عندنا سبع فنادق في المشروع بتاع العين السخنة أول واحد منهم قريباً فتح اللواتين أوك أوتال وعملنا توبيتش كلاب هاوسز بلاس إتش فيليش هز اس اون كلاب هاوس اشتغلنا على نوعية سيربسز تكون موجودة جوه المشروع مختلفة مش موجودة في باقي الديفلكمين في عين السخنة إن احنا فكرنا فعلاً الناس هتعيش هنا طول السنة ملاك شركة مدار عندهم خبرة كبيرة في الفنادق وخدمة فندقية ده غير إزاي في الفيجن بتاعة الشركة أو أسسها إزاي بشكل مختلف إحنا عندنا السيسر كومبني بتاعتنا شركة سون رايز هي تمتلك 20 فايف سار أوتالز أكتر من 8000 قوضة غير 7 فنادق المراكب العامة في الأسوال بلس بنفتح أول أوتال لنا برا مصر إن شاء الله زين زبارة يفتحه الشهر ده ففكر الهوسبتاليتي أو القتال مانجمت مختلف تماماً عن فكر الريل السيدي دايماً صاحب القتال وهو بيبني القتال بيفكر إن أنا عايز أعمل القتال يعيش 20-30 سنة ما يحتاج أقل قدر من السيانة بيفكر بطريقة مختلفة جداً في طريقة الأوبرايشن إزاي الباك أوف هاوس شغال إزاي الخدمات شغالة من غير ملزبون يحس بيفكر في إزاي يقدم أكبر ليبل أوف لكجوري بدأنا الشركة الريل السيتيت خدنا كل الخبرات اللي خدناها من الهسبتاليتي والتوريزم اندوستري بصفة عامة ويحاولنا بإستخدامها في الديفلومات بتاعتنا فلما جينا اشتغلنا على البروجيك لما فكرنا في الانفراستركشور الفينيشينج ماتيريال كل الأول دور ماتيريال اللي بنشتغلها شغلنا بنفس الحاجات اللي بنشتغل بيها في الفنادق وفكر ده جوه المشروع إزاي نقدم الليفل أوف سيرفس كأن الناس قاعدة في القتل فالكلينت هو قاعد في البيت بيرفع سماع التليفون تصغى على رقم داخلي زي الفنادق ممكن يطلب جميع عنواع سيرفسز هاوسكيپينج روم سيرفس لاندري والحمد لله عملا فيدباك محترم جدا مع الكلينت وعندي كلينت كتير مقامين ويقامين دائما ويقامين دائما جوه البروجيك خدمتهم كلها متاحة الانترتينمنت متاح مش محتاجين يطلعوا برا المشروع ويكون لها 40 minutes drive انو ينزل للقاهرة وقت محتاج حاجة اولا لو هيجي من الشيخ زايد للتجمع وحياخد وقت اختر من كده انا بوصل من البيت عندي البروجيك في وقت اصل من اللي بوصل في المكتب وعشان كده أزهب يعتبروها الشاطئ بتاع العاصمة انا دائما بقول ان احنا اعتبر السابرز بتاعة العاصمة ولسه الفل امباكت بتاع العاصمة ما حصلش يعني مع انتقال الوزارات وافتتاح الحي الحكومي وبداية ان المشاريع اللي في العاصمة تتسلم الديماند والترافيك والناس المقيمة بصفة دائمة في أزهى انا مش متخيل انو يحصل حاجة في الفترة اللي جاية الا ان هو هيزيد ابرتك الهندسية الكبيرة ساعدت في انك انت مهتم بكل التفاصيل وعارفها كويس عايزين اعرف منك حاجة مختلفة انتو منفزينها في أزهى لأول مرة بتطبقوها انا بقى لي اكتر من 20 سنة بشترة في مصر كنت انا والتيم اللي بدأنا ازهى لعينة السخنة كلهم كانوا على مستوى خبرة عالية وكانوا اشتغلوا في فيلد ريالستي سنين طويلة خلانا فكرنا في كل المزايا او الامتيازات اللي نقدر نحطها في التايب اوف ديفالوبمنت دي انا مسلم بقالي 3 سنين رهيط النهاردة ما خدتش من الكلائنس بتوعي اي مصاريف فروق سيانة ننتيجة للتفكير المستدام التفكير المستدام ده جي معايا في هيئة حاجاتك كتير نعندي محطة التحلية بتاعتي انا عمل ميا بتاعتي عندي محطة المعالجة الصرف بتاعي عندي النيرسوري بتاعتي احنا اغلب الزرع اللي موجود في هذا وي بروديوست انهاوس عندنا النارة بتاعتي الشوارع كلها سولر فبنقلل في السهلاك الكهرباء فكرة كريستل لاجونز اصلا هي بتبقى الانشار كوز بتاعاتها عالية جدا ولكن الانشار كوز بتاعاتها منخفضة جدا في السهلاك الكهرباء والكيميكالز شركة مدارة عملت ضجة كبيرة سنة اللي فاتت في السحل الشمالي بعد ما قررت تبتدي اول مشروع لها هناك عشان يكون نجاح جديد يضاف لنجاح ازهل عين السخن احكي لنا ازاي اخدتوا الارض دي وازاي بتديتوا المشروع اكشولي رحلة البحث عن الارض في السحل دي دي بقى لها خمس سنين تقريبا شغالا انا دخلت كل ارض فاضية في السحل من مرينة المطروح والحمد لله ربنا وفقنا ودرنا نوصل لمكان في قلب خليج راس الحكمة مكان فيه مميزات كتير جدا طبعا احنا عشان في الخليج نفسه فالبحر عندنا هادي جدا تيركواز واتر كأنها حمام سباحة ارضنا بتمتد من البحر الاسفل يعني الطريق السحلي ما عدي على حدود الارض بتاعتي فدي ميزة كبيرة وتسمح لها ان احنا نعمل كوميرشل سريب على الطريق بلا حجم الارض كان مناسب دخول ارض السحل الشمالي عمل لكو نقلة كبيرة في المبيعات ونقلكو ما بين اكبر 20 ديفالبرز في مصر احساسك كان ايه وانتو بتحققوا النجاح الكبير ده احساسي يعني بسعادة غير طبيعية لان عمر الشركة قصير ودرنا نبوزيشن الشركة في المكان ده الحمد لله احنا في العين السخنة احنا اكتر ناس ببيع في العين السخنة من اعلى المشاريع في الساحل لما دخلنا كان شالنج كبير لان احنا فيه تقريبا اكتر من 40 مشروع شغالين في الساحل ومنهم ديفالبرز كتير كبار وشركات لها تاريخ طويل في الساحل وكنا احنا بالنسبة لهم النيو انتري للماركت وحنا اللونش ممكن حصل في اخر شهر سبعة والحمد لله كنا الشركة رقم ستة في صيف عشرين اتنين وعشرين بس اللي خلانا او اللي ساعدنا ان احنا نحقق النتائج دي الابروتش المختلف اللي احنا دخلنا به على المشروع بتاع الساحل احنا عملنا المشروع الساحل بطريقة منتالي ما حدش عمالها قبل كده انا كل اليونس عندي مقصومة حاجة من الاثنين ياما اليونس دايريكت سي فيو على البحر ياما اليونس اتهزة دايريكت اكسس على اللاجون مش شايفة اللاجون اتهز دايريكت اكسس على اللاجون فما فيش بيت مش بريمين منزلنا باليونس كلها فلي فنشت بنقول عليها سيمي فرنشت كمان يعني احنا البيت بنسلم متشطب بالكامل ركب فيه التكيفات ركب فيه المطبخ فجاهز على ان الناس تجيب الفرش وهدومها وتسكن على طول مع البرام لوكيشن المسر البلان المميز عملنا بايمين بلان كانت تتناسب مع احتياجات السوق في سنة 2022 نزلنا في اللونش بتاع 2022 دا بـ 18 ديفرنت طيب فكان كل اي حد عنده اي احتياج من اي نوع كان هيلقي البيت المناسب لي جوه أزهان أورس التعصيح الكبير في المشروعات لازم يوجبه تعصيح كمان في الشرك ايه التعصيحات اللي بتعملوها في الشركة اكشولي في السنتين اللي فاتوا 2022 واول 23 البيزنس ديفلومت والاورجزيشن الديفلومت زي هفتو جو هند ان هان بي شركات كتير على مستوى العالم غلطة الغلطة ان البيزنس بيكبر والشركة نفسها ما بتكبرش معا فكان دايما عندنا الكفاءات بتزيد الخبرات بتزيد الستاف بيكبر المقارات نفسها بتكبر وتكتر احنا we're expanding we're going هناخد مقار جديد في التجمع ومقار جديد في الشيخ زايد غير المقارة بتاع المهندسين والمقارة بتاع مصر الجديدة والادالات نفسها بتكبر وتكتر مع تواكب في السوفتويرز والتكنولوجيز اللي بنستخدمها اللي بتقدر تساعدنا وتسهل علينا شغلنا زايد علاقات مستمرة دائما مع شركاء النجاح من كل ما هو انا بعتبره ستيكهولدر معايا في الديفلومت من اول الكلاينز بتوانا للجهات الحكومية للبنوك ولمؤسسات المالية للاستشاريين للمؤولين للموردين لكل من هو بيساعدني في ان المشروع او الشركة نفسها تكبر وتتطور وهو ده سر النجاح ما فيش حد بينجح لوحده لازم بشراكة مع كل من هو بيساعده في المشروع في النهاية حابين نعرف منك اخبار حصرية عن توسعية شركة مدار الفترة اللي جادة ان شاء الله احنا جايين للقاهرة قريب في مشروع جديد هينزل في كايرو سبعة عام اه خلاص احنا خلاص خلصنا الكوستلز عملنا راد سي ميديتيريان بس مش هقول لك امت هسيبها دي بقى مفاجئة شركة مدار لما قررت تنفذ مشروع أزهى العين السخنة ومشروع أزهى نورث استعانت بمجموعة من أكبر المكاتب الاستشارية وخبراء التصميم وحقيقي قدروا ينفذوا التصميمات مع مرية مختلفة وده اللي شفناه في مكت المشروع مع المهندسة دليلة الشاعر رئيس قطاع التطوير بشركة مدار خليكم معاها قبل من الكلام عن المشروع أزهى الاسم انا الاسم هل هو جاي من الزهو ولا فيه فلسفة وراء اسم أزهى احنا اسم الشركة بتاعتنا مدار فهو المدار وفيه أزهى اللي هي النجمة اللامعة وحواليها أسامي نجوم تانية وهي اللي احنا مسمينا بأسامي الفيلجز اللي موجودة في المشروع طيب لو حبينا نفهم النجوم اللي موجودة هنا أو نفهم مشروع أزهى مشروع أزهى فكرة فيه انه هو مكون من يعني هو طول ما انت ماشي في المشروع عندك فيلج في التانية في التالتة في الرابعة في الخمسة فكلها فيلجز لحد ما توصل لحد البحر لو جيت معايا كده في المشروع من أوله أنا عندي هنا انا بخش من المدخل انا بفتح المشروع من عالطريق للبحر بدخل من المدخل اول حاجة عندي يعني ده هتم قوي بفكرة يعني ان انا خش المشروع الانطباع الاول اول لقطة لية انا بخش منبهرة بشوف القتل الملاعب عندي الداونتاون بخش بيجي اتفرج عال مشروع داونتاون دي لها منطقة المنطقة التجارية لها منطقة التجارية بالضبط هي موجودة على الطريق بمشي فيه كأني ماشي في تجورني يعني انا بالف المشروع بتفرج احنا الكونس بتاعنا احنا عايزين نرسم حاجة كل الفنانين او المبتكرين حط قديم في المشروع ده يعني عندي فيلج مرسومة مع رائف فهمي عندي فيلج مرسومة مع ياسر بلتاجي عندي فيلج مرسومة مع WTG شركة ايه عبار المهروف طب ايه عبار شركة في انجلترا عندي الكميرشل مرسوم مع بنوي بنوي دي شركة في انجلترا هي اللي رسمة تقريبا يعني هي تخصص الميكس يوز اللي هو الكميرشل هي اللي رسمة من الأكبر المشاريع في دبي اللي هو لمار زبيتش الفكرة إيه المسر بلاني المعمول ده ده مين اللي عملوه؟ بي دابليو بي دابليو دي شركة برضو بريطانية برضو من الأكبر شركات المسر بلاني في العالم هم الأول ناس حطوا ألم في المشروع ده طب قوليلي انتوا هنا فيه كان فندق في المشروع؟ احنا عندنا خمس فنادق في المشروع حالياً بنينا واحد اللي هو تانوك تانوك ده تانوك أنا فيه بقى حاجة عايزة أسأل فيها تانوك ده براند انتوا اللي اختراتوا بس وصل انه هو أغلى فندق في العين السخنة بالضبط احنا عملينه مع أركتكت يوناني معمول بطريقة هو شكله هو ما تخش تلاقيه الأركتكتش بتاعه كله أبيض فأبيض فهو مختلف شوية عن بقية المشروع كم قوضة؟ هو بوتيك هو 140 قوضة تقريباً ده الفيز الأولانية بتاعته صح؟ ده الفيز الأولانية وده الاكستنشن بس لسه ما تبناش اوكي فده هيبقوا فندقين في فندق؟ بالضبط وعندنا بقية المشروع في خمس فنادق غير الوحدات بتاعت الملاك بالضبط وعندنا طبعاً هنا عندنا نادي منطقة ملاعب فيها بادل وفيها ملعب كورة وملعب باسكت وتانس وعندنا الجيم اللي بيدير الجيم ده علي مظهر بيفت وهو واخد ديول حقيقة يعني خرافي لأنه هو على حتة عالية شوية فشايف اللاجون شايف البارك باللاجون فعنده لقطة كده مش موجودة في المشروع فعندنا بقى يعني موفرين ان انت وانت قاعد على اللاجون في كل حتة فيها فيها سيرفزز فيها أمانتيز فيها ريس شرونتز يعني الانتري بارك دي عندها مطعم تيجي هنا عندك مطعم بتروع الستنترل بارك فيه كذا مطعم موجود في الستنترل بارك خلقنا زي ما تقول حياة لطول السنة في السخنة هنيجي الحتة اللي هي بنسميها الكرام دولا كرام اللي هو الفيلتج اللي الناس كلها مستنيها اللي هي سيفرونت اللي بنسميها إتريا وعايز اقولك الفيلتج دي الحد الوقت ما بيعناش فيها احنا بدأنا من 2015 لحاجة موانا دي خلاص نزل قريب فيش بيت اتباع في الفيلتج اللي موجودة على البحر دي وهتنزل قريب جدا يعني بس هي مرسومة بطريقة ان حاسبين كل سنتي في البيت اللي هوا داخله منين الشمس داخله منين ازاي نهوي البيت لا وانا بحب البيوت اللي هي وان ستوري دي اللي هي دوره واحد دي بتبقى لزيزة جدا من الفيلتج اللي هي فعلا هتنزل تبقى مختلفة خدتوا قرار ان انتوا تتحركوا للساحل بالضبط احنا خلاص يعني ان احنا بنينا الاسم وبنينا المشروع وواصلين في المشروع وحالة الوقت بقى ان احنا نتحول من ذات المشروع الاوحد ان هي بقى عندها بقى عندها مشاريع مشاريع كتيرة المفادرنا مستنيين لحد ما نلاقي الارض اللي تبقى فعلا اه ازاي زوي الويس الويس الاختيار ده ان احنا نبدأ نخش بالمشروع التاني وروحته على الساحل الشاملي بقى نروح للساحل الشاملي احنا دلوقتي في مشروع ازهر الساحل لكن قبل ما اتكلم عن مشروع ازهر الساحل شركة مدار في سنة 2022 اتحطت في النهيه طوب 20 من ضمن اكتر 20 شركة عقارية في مصر مبيعا في 2022 وكمان مشروع ازهر الساحل اعتقد اتعدى الاربع مليار جريه في السيزن بتاع 2022 قدر اتفهم ان الاسم اللي انتو بانيتوه في العين السخنة بيدعم بس اكيد اربع مليار اربع مليار في كم شهر بتوسيزه متاع الساحل اكيد كان فيه حاجة هنا مختلفة لما خدنا القرار ان احنا نتحرك دلوقتي من السخنة للساحل كان عشان السخنة كانت وصلت لمرحلة ان احنا كنا خلاص يعني واسكين في نفسنا بشكل كبير جدا ان احنا نخش في اكتر ماركت الكمبيتشن فيه غير طبيعية فلما جينا على اللوكيشن بتاع الارض بتاعت المشروع ده هي الصراحة هي اللي خلتنا يعني تشجعنا اكتر ان احنا نخش لانه اللوكيشن بتاعه في قلب راس الحكمة انتو نفس النمازك بتاعت السخنة؟ هي نفس النمازك حبينا نعمل برضو بالنفس الفكرة زي في السخنة ان يبقى فيه من اول الوان بيدروم لحد الستاندالون فاحنا عندنا اليén اخوان بيدروم شلي قلتين شلي تلاتة بزبط سلي بيدرومs عندنا التاون هاوس التوين السنتالولون حتى اختراعنا زي الكون motivة كده لا زي اسمه hay Kinder villa هي مبنى بس بس في مفتاحين دور تحت دور فوق الدور اللالتحت شايف اللاجون الدور اللالفوق شايف البعد بالضبط وجها اينا بالزبط احنا برضو مشينا بنفس الطريقة فكرة الفيلجز ان احنا اول ما بتخش بتلاقي برضو احساس الريزورت ان المشروع مش عامل زي بتحسش ان هي عامنا زي مينة كده او مثلا مدن او كده والمية مية في كل حت بالضبط المية عايز اقولك الكريست اللاجون دي دي برضو معمولة مع شركة الكريست اللاجون ومساحتها 45 فدان نقولك في مشاريع في الساحل 45 فدان يعني المية بس بمساحة مشروع يعني مفيش ولا بيت ما عمدوش برايفت بيتش يعني هو ما بايش صف تاني او تاني او تاني تلقى هو هنا كله على المية صف اول على المية فجينا هنا عملنا زي البيشن كده ده الحتة دي بسمناها مع ديزاينر يوناني أوركيتاكت يوناني عملها لنا بطريقة ان هي بشكلها تبدي حتى بيو للبيوت دي انه كأنك في اليوناني سانتوريني كده يا رفنا عملينها بطريقة ان هي دايناميك كده مش مرسوس مش بروتوتيب واحد او مش بروتوتيب مرسوس زي بعض هم كل بلدنج مش شابه اللي جابه وفي منهم اللي شايف اللاجون وفي منهم اللي شايف البحر وهنا منطقة عالية من يبقى شايف البحر دي المنطقة دي كلها شايف البحر واسمنها بحاجة اسمها ده زي منطقة كده خضرة كبيرة بتوصل من اللاجون لحد البحر وعندنا هنا ده الكلاب اوس كلاب اوس ده برضو باصس كده بيسيرف على اللاجون وباصس كده بيسيرف على البحر ونفس برضو فكرة الريزورت اللي هو الفاسيليتيز والأمانتيز اللي موجودة في الفندق عملناها في المشروع نفسه عندي سؤال عايزة اسألهلك بيدايق بعض العملاء في السحل الشمالي انا ببقى شاري الفيلا هنا مش هتقل بقى اي حال من الاحوال على عشرين تلاتين مليون جنيه وقلاقي نفسي في الاخر انا حبيس في القرية بتاعتي ماقدرش ادخل ضيوف عندي ماقدرش ادخل اهلي كل حاجة معمول لها الليمت في ناس من العملاء كان زمان بيفرحوا بالحاجة دي وبعد كده بتالوا يتدايقوا لان احنا شأنها ما بينا الساحل هو اجتماعيا اكتر بكتير من فلسط هم مشاريع دي ام اصلا بيعملوا كده ليه ان هم عندهم مساحة بحر هم ملزمين ان هم يخدموا على المشروع كله على السكان كلهم في الحتة دي فهم مضطرين ان هم يحددوا عدد الناس الافراد اللي هتخش على البحر عشان خطر كل السكان تقعد وده المفروض ان هم يعملوا عشان خطر الناس كلها تقعد وعشان الملاك متتدايقش وعشان الملاك متتدايقش اللي احنا عملناه هنا ان احنا اتفادينا الموضوع ده من احنا حققنا 12 كيلو شاطئ فانت عندك ومش 12 كيلو شاطئ كامن لا هو كل بيت عنده الشاطئ بتاعه الشاطئ بتاعه ورملي ورملي بالضبط فانت كده هتجيب صحابك هتجيب اتعمل عزومة مهما الدنيا تزحمت انت دايما هبع عندك مساحة كافية ان انت يكفي الناس كلها وحلاوت برضو المشروع ان احنا المشروع ده من المشاريع القليلة قوي فروس الحكمة اللي هي عندها من البحر للأسفلت المشروع كله تا عندك هنا المشروع معمولة على الطريق فعندك الكميرشل على الطريق فالأكسس للمشروع سهل خلي بال حضراتكم تصميم مشروع أزهى نورث اتنفذ بنفس فكر مشروع العين السخنة بداية من تصميم الوحدات وشكل الخدمات ومراحل تنفيذ الكريست اللاجون على مساحة 45 فدان وكمان الشاطئ الفيروزي الممتد بطول 12 كيلو متر تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان ريليستيت يشارك في أهم حدث ترفيه ينظمه مالك سيارات أستون مارتن في مصر حيث تستضيفه شركة مدار للتطوير العقاري بمشروع أزهى بالعين السخنة ترجمة نانسي قنقر